السلام عليكم يا شباب يا ربكم بخير الفيديو ده مهم جدا 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 طبعا احنا درسنا سواء في السنتر او في الانلاين محضرة المحليك وخدنا حركة الشد في المحليك بالاخص في البازلاء والعنب وتكلمنا البازلاء وتكلمنا على ان المحلاق لو ده العنب بيطلع منه حاجة اسمها المحلاق بيدور في الهواء حتى يلامس جسما صلبا ودي اسمها الدعامة ده الجسم الصلب هذا المحلاق ده محلاق بيعمل ايه بقى بيعمل خمس كلمات مهمين جدا اول كلمة يدور في الهواء حتى يلامس جسما صلبا يلامس جسما صلبا بعدين يعمل ايه للجسم الصلب ده يلتف يلتف ويتموج بعد كده يستقيم النبات النبات ده اللي هو هو بيبدأ يشد المحلاق النبات ناحية الدعامة عشان النبات يستقيم بعد كده المحلاق يتغلز دول الخمس كلمات بتوعنا المهمين جدا طبعا يلتف ويتموجد اعتبرتم كلمة واحدة طيب اثناء الحاجات دي محتاجين ناخد تركات معينة مش عارفينها المحلاق هو بيدور هنا في عملية بحث بيعتمد على دعامة ايه دعامة فيسيولوجية هذا الكلام غير موجود بالكتاب اطلاقا يدور معتمدا على الدعامة الفيسيولوجية طيب لما يلاقي الدعامة بتاعته ويبدأ يتموج ويتغلز عليها هنا بيعتمد على دعامة تركيبية يبقى اثناء البحث فيسيولوجية بعد ان وجدها تركيبية طب ماذا يحدث لو لم يجدها يزبل هذا المحلاق يبقى انا قدامي اثناء عملية البحث دي دعامة فيسيولوجية فيسيولوجية اثناء لما يجدها لما يجدها يجد اللي هي الدعامة خلاص ايه اللي بيحصل قالك دي دعامة تركيبية بدأ يتغلز يعني بيعمل دعامة تركيبية طيب ماذا يحدث لم يجد الحالق دعامته يحصل ايه يزبل ويموت ده المحلاق يزبل ويموت او دعامة تركيبية او دعامة فيسيولوجية احنا عندنا تلات حالات حالة البحث حالة ان وجدها حالة ان لم يجدها طيب دي تركة مهمة هنا الرسمات البيانية في غاية الاهمية اول رسمة معانا كتب لك سرعة النمو طيب سرعة النمو ده تتأسقي لو دي الدعامة اللي انا لسمتها وباللون الاحمر عملنا المحلاق ففي جانب يلامس الدعامة هذا الجانب ده اللي هو سين وجانب اللي يلامس الدعامة هو صاد معانا الذي ينمو بشكل اسرع معانا الذي ينمو بشكل اسرع هو الجانب الذي لا يلامس او الجانب البعيد هنسميه الجانب البعيد هو ده اللي اسرع في النمو فهو ده اللي هيبقى اقوى فمن اللي بيتكسر ويتني الضعيف فيلتف المحلاق حول دعامته دي الدعامة وده المحلاق يبقى تاني سرعة النمو في الجانب البعيد أسرع من الجانب الملامس بسبب الأجزينات طيب لما يجي عمل لنا يقول لنا الأزرع ده الجانب البعيد والأخضر ده الجانب الذي سيلامس الدعامة لو النمو بتاعهم فضله مع بعض وجالك كده رسب وكتب لك زمن ماذا يعني الجانبين كده سرعة النمو بتاعتهم مالها زي بعض إذن هنا الحالق الحالق لم يجد الدعامة الحالق في الحالة دي لم يجد دعامته بص معايا بقى الحركة لو اتغيرت الرسمة نرسم نفس الرسمة تاني وعملنا كده وجبنا الأزرق ده كده وجبنا الأخضر ده كده ماشيين مع معظف النمو وفجأة لقين الأزرق سبق في النمو أسرع من مين؟ من الأخضر الأخضر بصوا بطيء إزاي بطيء إزاي قبل ما يجد دعامته احنا هنعمل النقطة دي هي اللحظة التي وجد فيها الحالق دعامته هنا معدل معدل تكوين الدعامة التركيبية الكلام اللي أنا بشرح فيه ده مستويات عليا خطيرة جدا لو جاب لك هنا معدل تكوين الدعامة التركيبية كان بصفر هنا في رحلة البحث طيب بعد أن وجد وجد الحالق الدعامة في هذه النقطة سين إيه اللي بيحصل للدعامة التركيبية؟ تبدأ الدعامة التركيبية تزيد لحد ما تثبت عند حد معين لو جاء لك أن الدعامة التركيبية زادت وسبتت يبقى معنى ذلك الحالق وجد دعامته ولا كان بيبحث وملأهاش لأ كون التركيبية معدل تكوين الدعامة التركيبية زادت يبقى الحالق وجد دعامته مهمة جدا طيب لو جاب لك الرسمة بهذا الشكل وجاب لك معدل تكوين الدعامة التركيبية كده وما ارتفعش خالص إذن لم يجد دعامته معدل تكوين الدعامة التركيبية مفيش مش طالع مش زايد عن الصفر ماشي مع الخط الصفر بالزبط المفروض كمان تلزقها فيه أصلا فهنا لم يجدها في سؤال جه في امتحان تجريبي كان بيجيب لك أدي الجانب الملامس والجانب الغير ملامس وكان بيقول لك الجانب الغير ملامس سرعته تطلع لفوق تزيد هنا سرعة النمو وكان كتاب الاختيارات اللي جاية ان السرعة تقل بتاعة الحالق التاني او الجانب التاني فدي فكرة غلط هي السرعة مش هتقل هي السرعة أبطأ من التاني من الجانب البعيد فيوصل للمعدل السرعة بتاعه ده بعد زمن أطول او بعد زمن او السرعة أبطأ الجزء ده في مشكلة في سرعة النمو وبين النمو لا خلينا نعملها بطريقة تانية بصوا لو جاب لك هنا معدل النمو هي تختلف هي السرعة مفيش مشكلة منها معدل النمو كانوا هما الاثنين ماشيين كده فده معدل النمو بتاعه يبقى أسرع بيوصل لحد معين أسرع أما ده هيوصل لحد المعين في النمو بعده بمدة يعني ده معنى ذلك الشكل ده خد وقت أطول لكن لو سرعة النمو سوري هيبقى السرعة هنا أقل هي مش بتقل هي المفروض تبقى أقل مش تقل ركزوا في الحتة دي تاني عشان الحتة دي رخمة بصراحة وأنا بدخلكوا فيها محدش تطرق للنقطة دي والحتة دي عدت بس أنا مش عارفة عديها بصراحة بصوا هنا نجيبها بلون تاني هتقولنا الألوان طيب هنا ده قلنا سبق في السرعة لأن دي سرعة النمو الجانب ده الغير ملامس لأن احنا اتفقنا لما تحضروا المحاضرة هتعرفوا أن الغير ملامس هو أسرع في النمو فالتاني السرعة بتاعته هتبقى أقل شوية من الغير ملامس بس ما يقلش يعني سرعته مش هتقل عن قبل ما يلاقيها يعني هو قبل ما يلاقيها كان أسرع من بعد ما لقاها في سرعة النمو لا سرعة النمو بتاعت الجانب نفسه هتزيد لان برضو الجنب ده هيزيد سرعته اسرع الكتاب الجنب الغير ملامس سرعته في النمو اكتر من الجنب اللذي يلامس يعني اللذي يلامس ده بينمو ولا مش بينمو بعد كل الليلة الصداع اللي انا دخلتكم فيه ده لا هو بينمو بس مين اسرع البعيد حتى دي تقيلة ورخمة تمام وهنتكلم فيها في المباش طيب احنا كده تكلمنا على فكرة الدعم الفيسيولوجي والتركيب اثناء البحث فيسيولوجية فيه لما وجدها تركيبية طيب اتعايز اقول لكم ايه تاني اه خلي بالكو في المستحية كنا بنتكلم على الماء بالاسموزية صح والنوء اللي هي النوم واليقزة واللمس النوم واليقزة واللمس اما لو جاب لك الحالق الحالق والانتحاء كان كلمة السر فيه مش المية الاوجزينات الاوجزينات هي اللي بتتحكم في القصة دي يبقى انت عندك حاجات بتتحكم فيها المية وحاجات بتتحكم فيها الاوجزينات حالق في نمو والانتحاء دي الاوجزينات اما المستحية اسوأ كانت نوم ويقزة او لمس كان اللي بيشتغل على القصة دي هو حركة المية في المحاور ودي بخاصية اسمها خاصية الاسموزية دي تركات بسيطة جدا على الجزء ده